اشتركوا في القناة ونوجد الزوايا المشتركة في الضلع النهائي خلونا مع بعض نستعرض الزوايا في الوضع القياسي فأولا عندنا المستوى الاحداثي المستوى الاحداثي هو محور XY ينقسم الى اربعة اقسام كل قسم راح يعتبر ربع فقيمة القسم الاول الزوايا تعتبر من الزاوية صفر درجة الى تسعين درجة وبعدها من تسعين الى مئة وثمانين طبعا كل ربع راح يكون عبارة عن تسعين درجة بعدها من مئة وثمانين درجة الى مئتين وسبعين درجة وبعدها من مئتين وسبعين الى ثاث مئة وستين لو لاحظتوا احنا بدينا من الصفر وانتهينا عند ثاث مئة وستين مشينا بعكس عقارة بالساعة دائما الزاوية لما تكون قيمتها موجبة راح نمشي عكس عقارة بالساعة اما لما تكون سالبة راح نمشي مع عقارة بالساعة فرح نمشي من تحت الى فوق خلونا ناخذ مع بعض اول مثال لكن قبل ناخذ اول مثال اشلال راح نمثل الزاوية دائما الزاوية راح يكون لها رأس في الوسط وراح يكون الضلعها الابتدائي من محور اكس الموجب والضلع النهائي على حسب قياس الزاوية فرضا كان الضلع النهائي في الربع الثالث فراح نمشي من البداية من الربع الاول الى الربع الثالث فناخذ مع بعض اول مثال ارسم الزاوية التي قياسها مئة وستين درجة في الوضع القياسي اول شي نبي نعرف المئة وستين في اي ربع هل هي في الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث خلونا نشوف مع بعض فاول خطوة نرسم محور اكس و واي ونحط قياسات الزاوية على الاربع فعندنا صفر تسعين مئة وثمانين مئتين وسبعين طبعا لو نلاحظ ان قيمة المئة وستين راح تكون بين تسعين ومئة وثمانين فواضح ان هي راح تكون في الربع الثاني فرح نرسم اول خطوة الرأس دائما يكون في المنتصف عند صفر صفر او نقطة الاصل وبعدها الضلع الابتدائي عند محور اكس اللي هو عند النقطة صفر والضلع النهائي راح نرسمه في الربع الثاني وراح نبتدي من الصفر الى الضلع النهائي انتهينا عزائي الطلبة من المثال الاول خلونا ننتقل مع بعض الى المثال الثاني عندي نبي نرسم الزاوية التي قياسها مائتين وخمسة وتسعين درجة في الوضع القياسي طبعا اول خطوة نعارف ان المائتين وخمسة وتسعين هي اكبر من مائتين وسبعين فبما انه اكبر من مائتين وسبعين فراح تكون في الربع الرابع بعدين اشلون راح نرسمها في الربع الرابع راح نقول المائتين وخمسة وتسعين ناقص مائتين وسبعين عشان نعرف بالضبط وين نخلي السهم في الربع الرابع راح نشوف مع بعض الضلع النهائي وين راح نرسمه فراح يكون في الربع الرابع لكن احنا مع بعض طلعنا الخمسة وعشرين درجة وين راح تكون الخمسة وعشرين درجة راح تكون جريبة من محور وي فهذه هي الخمسة وعشرين درجة اللي طلعناها عشان نبي نعرف اش كثر عقبل مائتين وسبعين راح تكون المائتين وخمسة وتسعين خلونا مع بعض ننتقل الى زاوية اخرى بقياس سالب فعندي سؤال يقول ارسم الزاوية التي قياسها سالب خمسين درجة في الوضع القياسي طبعا لو تذكرون في البداية قلنا ان الزاوية السالبة راح نرسمها مع عقارب الساعة يعني راح تكون من تحت راح نبتدي بعكس ما سوينا من شوي فأول خطوة راح نرسم المحاور وراح نقول ان احنا نبتدي بالرأس والظلع الابتدائي مثل ما هو الظلع النهائي راح يكون عندنا تحت في الربع الرابع بالنسبة حق الموجب لكن بالنسبة حق السالب راح يكون الربع الاول بشاذي يا عزائي الطلبة انتهينا من تمثيل او رسم الزاوية في الوضع القياسي خلونا مع بعض ننتقل الى شيء اخر طبعا الحين عندنا الرسمة الزاوية اللي قياسها ستمائة درجة طبعا لو تلاحظون ان الستمائة درجة هي اكبر من ثلاثمائة وستين اللي احنا نعرفها فاش راح نسوي راح ناخذ اول خطوة الستمائة درجة نطرحها من الثلاثمائة وستين طلع عندنا مائتين واربعين المائتين واربعين هي في اي ربع؟ في الربع الثالث ليش قلنا ان هي في الربع الثالث؟ لانه هي محصورة بين المائتين وسبعين اللي تحت والمائة وثمانين فاكيد راح تكون في الربع الثالث طبعا نبي نعرف الظلع النهائي بالضبط وين نحطه في الربع الثالث فرح ناخذ الـ 240 نطرحها من 180 يعطينا 60 درجة فرح نرسم محاورنا ونرسم رأس الزاوية الضلع الابتدائي مثل ما هو لأنه هي موجب فرح نبتدي عكس عطارة بالساعة الربء الثالث رح يكون عندنا الضلع النهائي وقيمة الـ 60 رح تكون عندي إياها هني جريبة من المحور اللي عليه 180 رح نبتدي دائرة كاملة وبعدها نكون هني فنبتدي دائرة كاملة انتهينا من الدائرة الأولى فصار عندنا 360 الدائرة الثانية اللي هي 240 وهني فقط الـ 60 ننتقل مع بعض أعزائي الطلبة إلى الهدف الثاني أوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين فالضلع النهائي للزاوية التي قياسها 130 درجة فاش راح نسوي مرة راح نقول 130 زاوية 360 والمرة الثانية راح نقول 130 ناقص 360 فراح يكون عندنا أول وحدة 130 زاوية 360 يعطينا 490 درجة والثانية راح تكون 130 درجة ناقص 360 درجة يعطينا سالب 230 درجة فالحين لو ينا نمثل الثلاث زاوية على المستوى الأحداثي في الوضع القياسي كلهم راح يكون مشتركين في الضلع النهائي أما الدوران أهوى اللي راح يفرق سواء كانت موجبة عكس عقارب الساعة ولا سالبة مع عقارب الساعة ننتقل مع بعض إلى السؤال الثاني فعندنا السؤال يقول بنفس الطريقة نبي نوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي للزاوية التي قياسها سالب 45 درجة فمثل ما سويننا في السؤال السابق نسويهني فمرة راح نقول زائد 360 ومرة راح نقول ناقص 360 فنقول سالب 45 درجة زائد 360 درجة يعطينا 315 درجة سالب 45 درجة ناقص 360 درجة يساوي سالب 405 درجة بشذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الثاني وانتهينا من درسنا لليوم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى ومع السلامة